السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم اصدقائي قبل ان يشارجوا الاشتراك في القناة وتبعيز زر الجرس يصلكم كل ما هو جديد في القناة نائب قريبا ينتهي ملف سرق الساعات الانترنت وهناك بشرة سارة للعراقيين كشف النائب وعضو لجنة الخدمات النيابية على سكر الدلفي عن سعي وزارة الاتصالات لانهاء ملف سرق الساعات الانترنت التي تسببت بضعف جودة الخدمة في البلاد موضحا ان الايام القليلة المقبلة ستحمل بشرة للعراقيين في تخفيض اسعار الكارتات وجودة الخدمات وقال الدلفي ان عملية الصدمة التي تقوم بها وزارة الاتصالات للحد من سرق الساعات الانترنت تعد سابقة نادرة اذ ان جميع الوزارات السابقة لم تكن جادة في هذا الامر بسبب بعض الاعتبارات السياسية متنيا على هذه العملية الجريئة والجادة والتي تحسب لوزير الاتصالات وسيكون مردودها نفعي من خلال تقوية الساعات الانترنت في البلاد واضافت دلفي ان لجنة الخدمات على اطلاع بتفاصيل العمليات التي يشرف عليها رئيس الوزراء وهناك تفاصيل لا يعلن عنها الوزير حاليا مؤكدا وجود اخبار سارة بشأن هذا الامر خلال الايام المقبلة تكشف عن تطور استثنائي في زيادة الساعات وتحسن خدمات الانترنت اما بشأن جباية الاموال التي بذمة شركات الهاتف النقال فوضح الدلفي انه من مباحثات تجري بشأن الديون الموجودة لدى شركات الاتصال وجبايتها منوها بان تفاصيل ديون الشركات كالاتي شركة زين 150 مليون دولار شركة اسي سيل 375 مليون دولار اما شركة كورك فعليها 374 مليون دولار وشارت دلفي الى ان تحصيل هذه الديون سيزيد من ايرادات الدولة مع انخفاض اسعار النفط لافتا الى ان وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات باشرتاء التعاون بينهما لأول مرة منذ الخلافات التي حصلت بشأن تخفيض اسعار الكارتات ومن جهته قال مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في وزارة الاتصالات باسم الاسدي ان الوزارة ستوقف الخسائر المترتبة عن تهريب ساعات الانترنت في محافظة نينوى عن طريق اقليم كردستان منوحا بان الخسائر المترتبة عن التهريب قدرت بثلاثة مليار دينار شهريا ضمن محافظة نينوى فقط بينما تستمر الوزارة بتقدير الخسائر لتهريب الساعات عن طريق مواقع في محافظات اخرى واردف الاسدي ان نتائج الحملة ستتضح قريبا من خلال جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خصوصا وان الوزارة تستبدل ابراج التهريب غير النظامية بابراج نظامية مرخصة تعمل بحسب ضوابط وشروط الوزارة بهذا الصدد فضلا عن ادخال ساعات تعويضية للمواطنين بعد توقف الخدمة عن المناطق التي انتشر فيها الفرق لاكمال مراحل الصدمة الاولى والثانية مضيفا ان بعض المحافظات بدأت بالحملة ولا يمكن ذكرها لاسباب امنية تتعلق بالعمليات التفتيشية التي تقوم بها الفرق الفنية والجهات الامنية ذات العلاقة وستشهد قريبا انطلاق مرحلة الصدمة التكميلية وافادة بان الحملة ستعمل مستقبلا على ايقاف تهريب الانترنت الى خارج البلاد بشكل غير قانوني وبالتالي سيؤدي ذلك الى توفير داخلي بشكل قانوني وتنظيم الساعات الداخلة الى العراق وباسعار تنافسية منخفضة وبجودة عالية وبإمكان الوزارة مراقبة الجودة لكل شركة تعمل على تسويق الساعات والتي توفرها الوزارة لتلك الشركات من خلال البناء التحتية التابعة لها بالاضافة الى استناف اعمال الصدمة في المناطق التي اكتشف فيها ابراج التهريب في محافظتي نينوها وديالا لانه من الممكن ان يعاود تجارة تهريب اعمالهم غير القانونية بعد ذلك وتستمر الحملات التفتيشية لحين القضاء على عمليات تهريب الساعات بشكل نهائي واشار الاسدي بدور الجهات الامنية العليا وهيئة الاعلام والاتصالات والامن الوطني وجهاز المخابرات وحكومة اقليم كردستان وقوات الاسايش وبعض شركات القطاع الخاص العاملة في مجال تسويق خدمات الانترنيت وذلك لتعاونها في كشف ابراج التهريب لشركات القطاع الخاص المهربة للساعات وايقاف اعمالها المشبوهة اشتركوا في القناة